لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم أعزائي مشاهدين بحلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة أهل السنة يعبدون الرسول الحقيقة النهاردة في مفاجأة هنعرفها مع بعض في الحلقة مع ملخص صغير ومن خلال يعني بعد الملخص ومن خلال الملخص لحلقات التبرك احنا شفنا في عقيدة ابن حجر أن لو في حد حاب يدفن في أماكن مقدسة وبجوار بندفن الأنبياء أو كبور شهداء والأولياء علشان الرحمة النزل عليهم والتبرك هو ميت منهم جائز عنده عند ابن حجر يعني وشفنا مش كده وبس لا قال التبرك بفضلات الصلاحين وطعامهم ومالهم وأهل السنة طبعا ردوا وقالوا التبرك بزوات الصلاحين أو بجههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز وستقاب التبرك بدعاهم لا بزواتهم لأن التبرك بزوات الصلاحين أو بجههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز وهو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر فيحذر منه وشفنا أن عقيدة ابن حجر التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضاؤه وبملابسه وبطعامه وبماله وبأثار الصلاحين وكل ده بيخالف لعقيدة أهل السنة وبدعا ونوع من الشرك وطبعا ابن حجر بيعتقد كده لأنه بيعتقد أن الميت بيحيي حياة كالحياة الأخروية يعني فيها أكل وشرب وكده في القبر وشفنا إزاي أهل السنة بينكروا حياة الأنبياء في كبرهم وبيأكد أنها حياة برزخية ناتش بحياة الدنيا ولا الآخرة وإن الأشاعرة ومنهم جلال الدين السيوتي قال أن الرسول بعد وفاته مازال حي على نبوته وابن حجر بيأكد أن الأنبياء معصومين حتى من الصغار وإنها لا يسمى واجبة حتى قبل النبوة وإن الأنبياء معصومين في المنام والمعنى في منامهم أنفسهم وقد يكون أيضا في منام غيرهم لهم وممكن النبي حد يشوفه في المنام والنبي يشرع عليه وطبعا ده بناء على إيه؟ على أنه حايف كبره وكل ده بيخالف فيه الأشاعرة اجمع أهل السنة عدم التشفع بأي نبي مات أو يسألوا في نصرة أو رزق أو هداية وطبعا كل ده أيضا لا يجوز إيه مع الملائكة ولا الصلاحين وده حسب كلام أهل السنة طيب هل أهل السنة وقعوا في نفس المشكلة مع التبرك حكم التبرك بأثار الصالحين وهنشوف الشيخ عبد المحسن الزامل قال إيه؟ هذا يسأل يقول ما حكم التبرك بآثار الصالحين علما أن نفاعل ذلك لا يعتقد حصول البركة من ذلك المخلوق بل يعتقد حصولها من الله تعالى هل يعتبر شركا أكبر ويعتبر وسيلة إليه وبدعة التبرك بآثار الصالحين أو نفس التبرك عبادة والقاعدة في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما جاءت به النصوص وخاصة في مثل هذا الأمر الذي يترتب عليه أمور أخرى ولهذا سد أهل العلم هذا الباب وحكوا لجميع على هذا وهو أن التبرك بآثار الصالحين من البدع وأنه وسيله قريبا هو طريق مفضل إلى الشرك والغلو الغلو ثم الشرك بل ربما يصل إلى اعتقاد أن هذا المتبرك به له تصرف في الكون وهنا واحد بيسأل الشيخ إيه حكم التبرك بآثار الصالحين علما بأن الفاعل ذلك يعتقد أن البركة اللي هيحصل عليها مش من المخلوق ولكنها من الخالق راح الشيخ جاوبه وقال له إيه؟ قال له أن التبرك بأثار الصالحين وأن نفس التبرك ده عبادة وحكم عليها أنها بدع وسيلة للشرك وبعدها الشيخ يروح ينتقل بنا إلى التبرك اللي مش بدعه وهو التبرك بالأنبياء نشوف مع بعض الفيديو اللي قاية هيقول إيه؟ كما يقع لكثير من من غلاء في من يعتقدون فيهم الصلاح فهذا لا يجوز كما تقدم وما وقع إنما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا وهذا تواترت بالأخبار في التبرك بمن فصل منه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما لابسه من ثيابه أو انفصل منه من عرق ونحوه ولهذا كان خاصا به صلوات الله وسلامه عليه ولا يقاس عليه غيره وهنا شفنا الشيخ راح ألقي التبرك من النبي في من فصل عنه من ملابسه أو انفصل عنه من عرق ونحوه ده خاص بالنبي التبرك بأثار الصالحين أو نفس التبرك عبادة طبعا الشيخ حكم على إن التبرك بأثار الصالحين بدعه وعشان كده مباشرة على طول انتقل للتبرك نفسه وحكم إنه عبادة وطبعا هو بيقصد التبرك اللي مش بدعه واللي هو التبرك بأثار الأنبياء والسؤال إزاي التبرك عبادة؟ لأننا مثلا نعرف إن العبادة اللي هي بيعملها بياخد عليها أجر واللي بيتهون فيها بياخد عليها زنب أو على أقل تقدير يساب فاعلها ولا يقسم تاركها والسؤال الثاني إزاي عبادة؟ هل المقصود عبادة لله؟ يعني مثلا أعبد الله بالتبرك بعرق الأنبياء مثلا طيب ليه ما يكونش العبادة مباشرة لله؟ وخصوصا إن القرآن بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخر الآية نمقلش إذا سألك عبادي عني فليتبركوا بأثار النبي وعشان نفهم كلام الشيخ خلينا نعيد كراءة ما قالوا التبرك عبادة شوف نعيد الكلام اللي هو بيقول والقاعدة في العبادات إنه لا يشرع منها إلا ما جاءت به النصوص وما وقع إنما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا وهذا تواطرت به الأخبار في التبرك بما انفصل منه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما لبسه من سيابه أو انفصل منه من عرق ونحوه ولهذا كان خاصا به صلوات الله وسلامه عليه ولا يقص عليه غيره يعني التبرك عبادة والنصوص تؤيد هذه العبادة لكن عبادة مين؟ يؤكد الشيخ إنها عبادة لمن يتم التبرك به وما وقع إنما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا وهذا تواطرت به الأخبار في التبرك ويأكد الشيخ نقطة مهمة ويقول إيه؟ فدل على أن هذا مخصوص به صلوات الله وسلامه عليه وهذا لا يستغرب لأن له خصائص يعني التبرك عبادة خاصة برسول الإسلام ولو كان لغيره فهي شرك هل عبادة رسول الإسلام طبعا تحت مسمى من قصين التبرك من خصائصه؟ خلينا نتابع حيقول إيه في الفيديو اللي جاي ولذا لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لم يفعله بعضهم مع بعض وكذلك لم يفعلوه بعد موت النبي عليه صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوه مع بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا بقية العشرة ولا أصحاب بدر ولا أهل الشجرة ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فدل على أن هذا مخصوص به صلوات الله وسلام عليه وهذا هو لا يستغرب لأن له خصائص وإلا لو قيل بهذا لم فتح الباب في بقية خصائصه وتقدم أن من عمل أن أصل عباده المنع وعملهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليها منه فهرد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد منصنع عليه شيء ليس عليه أمرنا فهرد بمعنى مردود فهذا من أبواب البدع ويفضي إلى الغلو والشرك الأكبر فلهذا حكوا ليجمع على هذا والصحابة أحكموا هذا الأمر وهنا الشيخ أكد أن الصحابة ما فعلوا أمر التبرق دمع بعضهم البعض ولم يفعلوا كمان بعد موت النبي ولا حتى فعلوا مع أبو بكر ولا عمر ولا عصمان ودي حاجة خاصة دي رسول الإسلام وإن طبعا للرسول إن طبعا للرسول ليها خصائص وإنهم لو فتحوا الباب ده في خاصية التبرق لفتح باب بقية خصائص الرسول وإن ده طبعا الشرك وبدع وهيفضي إلى الشرك الأكبر بس مع الرسول من الشرك ولا عبادة وإن خلال تسجيل الشيخ عرفنا أولا أن التبرق عبادة سابتة بالأدلة والنصوص ثانيا لا يجوز التبرق إلا بالرسول وأثاره فقط يعني المسلم لما يتبرق بالرسول أو أثاره هو بيعبد ربنا طالما أن اللي بيتبرق بالرسول أو أثاره بيعتقد أن الله هو اللي بيدبر الكون وهو اللي بيخلق ويرزق مش الرسول السؤال إيه الفرق في الحالة دي في الحالة دي بين المسلم وبين من حجر اللي بيقول زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن السجود لصنم عبادة ربنا طالما إن اللي بيسجود لصنم مش بيعتقد إن الله هو اللي بيدبر الكون وإن هو اللي بيخلق ويرزق مش الصنم بيعتقد إن الله هو اللي بيعمل كده مش الصنم إزاي أهل السنة بيعتبروا كلام ابن حجر الشرك وهم بيقولوا النفس اللي بيقولوا ابن حجر لكن الفرق إنهم قالوا الرسول وابن حجر قال الصنة والضغطة المهمة إن أهل السنة لما يقولوا عن كلام ابن حجر إنه شرك وأول ما يشعروا يعني إن إنهم بيقولوا نفس الكلام بتاع ابن حجر على طول نشوفهم يقولوا إيه كلامنا مش شرك لإن فيه أدلة عليه مع إنهم بيقولوا نفس الكلام ابن حجر السؤال هل الشرك ما يبقى الشرك لو فيه دليل عليه وبرضه شفنا أن أهل السنة اتهموا ابن حجر بالإرجاء لما قال أن اللي بيسجد لصعم بيعبد ربنا إذ كان بيعتقد أن اللي بيدبر الكون هو الله وأهل السنة قالوا أن اللي يتبرك بالرسول ده برضه بيعبد ربنا إذ كان يعتقد أنه بيدبر الكون هو الله يعني أهل السنة مرجئة برضه والمفاجأة أن مش بس ابن حجر أو مش ابن حجر بس اللي بيقول أن الفرقة دي مبتدعة وينقل بيدعاتهم زي عادة ابن حجر ويرد عليها وفي الأخير نكتشف أنه بيقع في نفس البدعة دي لكن حتى أهل السنة عملوا كده مع ابن حجر قالوا أن كلامه بيدع وشرك وإرجاء وفي الأخير وقعوا في نفس البدعة ونفس الشرك ونفس الإرجاء زي ما أسببنا لحضراتكم في الحلقة دي وخليني ألتقي بكم في الحلقة القادمة من حلقات النقل أم العقل لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر